ازاي مجدة انقذت جميلة بوحريد من الاعدام بدأت الحكاية سنة 1958 لما قررت مجدة انتاج فيلم عن مناضرة الجزائر جميلة بوحريد كان وقتها جميلة في السجن ومحكم عليها بالاعدام وبالفعل انتاجت مجدة الفيلم من نفسها وكان معاها نجوم مصريين كتير زي رشدة ابوزة واحمد مظهر وصلاحظ الفكار ومحمود الميليجي وغيرهم واخرجوا يوسف شهين الفيلم اتعرض في دول كتير وفي مهرجانات عالمية وكان كل ما يتعرض في بلد تخرج مظاهراته طالب بالافراج عن جميلة وكتبت الصحف العالمية عن جميلة وانتشرت جملة انقذه جميلة في العالم كله وبالفعل نتيجة الضغط قامت فرنسا بتخفيف الحكم عليها من الاعدام للسجن المؤبت وطبعا ده انقذها لانه بعد تحرير الجزائر سنة 1962 تم اطلاق صراحة تأثير الفيلم كان كبير جدا لدرجة ان فيه فرنسيين تعاطفوا مع جميلة فكتب الفيلسوف الفرنسي جان سارتر الفيلم جسد امامي حجم الجرم اللي ارتكابناه في حق الانسانية ان هذه الممثلة الصغيرة الكبيرة اسقطت مني الدموع وانستني جنسياتي الجديد بالذكر ان مجدا بعد عرض الفيلم اتعرضت لمحاولة اغتيال من فرنسيين متعصبين